بسم الله الرحمن الرحيم الرقية الشرعية للشيخ القارع إبراهيم الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم ثم أما بعد فإن الله جل وعلا خلق هذه الدار وجعلها دار ابتلاء وامتحان وسلط على الناس الأمراض والأسقام والأدواء ابتلاء وتمحيص وتكفير لذنوبهم ورفعة في درجاتهم فمن صبر فله الأجر والثواب والشفاء والعافية بإذن الله تعالى ومن سخط ولم يرضى فقد فاته الأجر والثواب وفاته الشفاء والعافية نسأل الله السلامة والعافية ولما للرقية الشرعية من تأثير مباشر سواء كانت بالقراءة المباشرة أو كانت عبر التسجيل الصوتي ولما رأيت من فوائدها على الناس استعنت بالله تعالى وسجلت هذا المقطع سائل المولى العزيز القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفع بهذه الرقية من سمعها وأسأل الله أن لا يحرم من نشرها وأعانى على سماعها أجراً وثواباً ومغفرة منه سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء نتكلم عن من سكن أجساد المسلمين ونقول لهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله جل وعلا نهى عن الظلم فقال سبحانه وتعالى على لعنة الله على الظالمين وقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا فيا معاشر الجن يا من آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اتقوا الله واخرجوا من أجساد المسلمين المؤمنين الطائعين العابدين الذاكرين الله تعالى الذين يتلون كلام الله ويدعون الله جل وعلا سراً وعلانية فاتقوا الله واخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله إن الله جل وعلا قد أذن لكم بأن تسكنوا في أماكن أذن الله تعالى أن تحلوا وتضعنوا بها وإن الله جل وعلا لم يأذن لكم بأن تسكنوا أجساد المسلمين المؤمنين الموحدين فاخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله اخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله إني لكم من الناصحين فمن خرج فإنا نسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يقبل توبته ومن بقي في أجساد المسلمين آذيا متسلطا أو حارسا لسحر أو خادما لعين أو عاشقا أو معذيا فإنا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه اللعنة والمقت والغضب والعذاب الشديد اللهم اجعل أجساد الآدميين على كل مس خبيث نارا وسعيرا يا حي يا قيوم اللهم أخرجهم أذلة صاغرين اللهم أخرجهم أذلة صاغرين يا رب العالمين اللهم ممكن منهم تايبا نادما اللهم فاقبل توبته وعجل بخروجه من أجساد المسلمين اللهم ومن كان منهم ظالما معذيا اللهم مكن من قتله وإحراقه واجعل كلامك يا الله عليهم نارا وسعيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق آليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومن شر النفاثات في العقد سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ومن شر النفاثات في العقد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ إنه من سليمان وإنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا عالما بالسر وأخفى اللهم إن بنا من الهم والحزن والضيق والكدر والعين والحسد والسحر والعقد وضيق الصدر والآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء ما لا يعلمه إلا أنت ولا نشكوه إلا إليك ولا يكشفه سواك اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل مرض شفا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج همنا ونفس كربنا واكشف ضرنا وارفع البأسة عنا اللهم أقر أعيننا بالشفاء والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن عمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءا وليأبصارنا جلاءا وليأسقامنا دواءا ولأمراضنا شفاءا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأبعد عنا به النقم اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم لا تجعلنا ممنه سهوة الشياطين فشغلت بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أفضل كتبك كلاما وأفصحها بيانا وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم إنا نتشافى بكلامك اللهم إنا نتداوى بكتابك فاجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء وليأبصارنا جلاء وليسقى منا دواء وليأمراضنا شفاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذنا من الهم والحزن اللهم أعذنا من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال يا من قال وقوله الحق وين يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه فلا كاشف له إلاه اللهم اكشف ضرنا اللهم اكشف ضرنا وارفع البأسة عنا اللهم أقر أعيننا بالشفاء والعافية يا ذا الجلال والإكرام يا من قال وقوله الحق عن أيوب عليه السلام وعيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا واجعل لنا من كل هم فرجها ومن كل ضيق مخرجها ومن كل مرض شفاء ومن كل بلاء عافية يا من جعل مع كل عسر يسرين اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرى ومن كل ضيق فرجاء ومن كل مرض شفاء ومن كل بلاء عافية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيكم من كل شيء يذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من شر كل حاسد إذا حسد بسم الله أرقيكم من شر كل حاقد إذا حقد بسم الله أرقيكم من شر كل ساحر إذا سحر بسم الله أرقيكم من شر كل رابط إذا ربط بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد بسم الله أرقيكم والله يحفظكم بسم الله أرقيكم والله يرعاكم بسم الله يرقيكم والله يتولاكم بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم والله يبريكم بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله العلي القدير بسم الله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يعافيكم والله يتولاكم والله يكلعكم والله يرعاكم بسم الله بسم الله بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وشققت أسماعنا وأبصارنا وأنت أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا وأنت أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأنت أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك رحمة ترحمنا بها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وشفاء من شفاءك شفاء يرفع مرضنا ويزيل سقمنا ويذهب عللنا يا ذا الجلال والإكرام قلت وقولك الحق وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم اللهم سكن عنا ما نجد من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء اللهم أذهب عنا الهم والحزن والضيق والكدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قلت وقولك الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم طم قلوبنا بذكرك اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا رب لنا سواك فندعوه اللهم لا خالق لنا غيرك فنرجوه أنت إلهنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجونا إذا قطعت السبل من ندعو وأنت الرب المعبود وبمن نلتجع وأنت صاحب الكرم والجود من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر من الذي يسر عيبنا وأنت للعيوب ساتر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر اللهم اجبر كسر قلوبنا بشفائنا وعافيتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ما أصابنا ويصيبنا من الأمراض والأسقام والأدواء مغذرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا ورفعة في درجاتنا اللهم اجعله سببا لتعجيل شفائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا صابيرنا عند البلايا والرزايا واجعلنا شاكرنا عند النعم والآلاء يا حي يا قيوم إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا اللهم يا من قل شكرنا عند نعمته فلم يحرمنا يا من قل صبرنا عند بليته فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم اسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة والبسنا لباس الصحة والعافية اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلهن الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وارفعنا على من خذلنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تحفظنا بحفظك وأن تأكلأنا برعايتك وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامات نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين اللامة نعوذ بعزة الله نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في العرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من شره ونفخه ونفثه من شره واذيتي ووسوسته نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من كل شيطان وهامة ومن كل عين الامة نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من شر كل حاسد إذا حسد من شر كل حاقد إذا حقد من شر كل عائن إذا عانى وحسد من شر النفاثات في العقد من شر كل ساحر إذا سحر من شر كل رابط إذا ربط نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من شر الأسحار من شر الفجار من شر كيد الليل والنهار من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم لا تفرح علينا عدو اللهم لا تشمت بنا حاسدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين ربي تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجاتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر 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 نعوذ بالله وقدرته من شر ما نحاذر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي الأنت الشافي اشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفينا وعافنا من كل عين خبيثة سببت الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء اللهم أبرد حرها وقرها اللهم أزل همها وغمها اللهم أطفي نارها وشررها اللهم أزل أذاها ووصبها يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا وبارك لنا في خلقتنا وخلقنا اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووهبتنا وأعطيتنا اللهم أبارك لنا فيما خولتنا واكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار اللهم من أراد بنا سوعة أو مكروهة أو أراد بنا عينا وحسدا أو أراد بنا سحرا وعقدا أو أراد بنا مكرا وكيدا اللهم أشغله في نفسه ورد كيدهم في نحره واجعل تدبيرهم في تدميره واكفيناه بما تشاء وأنت السميع العليم اللهم احفظنا بحفظك اللهم اكلانا برعايتك اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت اللهم أبطل أثر عين حاسدة حاقدة تتمنى زوال النعم اللهم أبطل أثر عين متجددة اللهم أبطل أثر عين معجبة اللهم أبطل أثر عين عاشقة اللهم أبطل أثر عين مفرقة اللهم أبطل كل عين خبيثة أصابت من قريب أو قريبة أو جار أو جارة أو خادم أو خادمة أو عدو أو عدوة أو صديق أو صديقة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبرد حرها وقرها وأزل همها وغمها وأذهب أذاها ووصبها وأطف نارها وشررها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفينا الشر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والناظرين والناظرات اللهم اكفنا شر كل ذي شر من الجن والإنس اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفناهم بما تشاء اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم اللهم اشفنا وعافنا من كل عين خبيثة آذت وآلمت آذت وأمرضت آذت وأسقمت آذت وتجددت اللهم أبطل أثر عين معجبة اللهم أبطل كل سحر خبيث عقد للتفريق بين الأزواج والربط عن الزواج والحرمان من الذرية والإنجاب اللهم أبطل سحرا خبيثة عقد للتفريق بين الآباء والأبناء اللهم أبطل سحرا عقد للحرمان من السعادة والعافية اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأحجار والأسجار اللهم أبطل سحرا خبيثا عقد فجعل في مشارق الأرض أو في مغاربها اللهم أبطله بقدرتك اللهم أبطله بعزتك اللهم أبطله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل سحرا التخيل اللهم أبطل سحرا التعطيل اللهم أبطل سحرا التفريق اللهم أبطل سحرا الأذية والحرمان من العافية يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل كل عقدة خبيثة استغرت في البطن والمعدة اللهم أخرجها برحمتك أخرجها من سائر الجسد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل السحر المعكول والمشروب والمرشوش والبخور والمعقود والمربوط اللهم عجل بالبطلان والزوال أينما كان وكيفما كان بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين يا فعال لما تريد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد يا عاذ الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا فارج الكربات اللهم فرج همنا اللهم نفس كربنا اللهم اكشف ضرنا أنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله مرمى حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا بعيننا وحسد حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا بسحرنا وعقد حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا وتسلط علينا وجدد لنا الأمراض والأسقام وتسبب علينا بالأمراض والأسقام أنت حسبنا أنت حسبنا أنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا اللهم استجب لنا كما وعدتنا اللهم استجب لنا كما وعدتنا أنت الشافي إلهنا أنت الشافي وأنت المعافي وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل على محمد ما غارت النجوم وصل على محمد يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلي والحمد لله رب العالمين دار الشريف للرقية الشرعية البحرين الرفاع أبو كوارة شارع مجليليد مع تقاطع شارع المعترض يسعدنا تلقي اتصالاتكم للاستفسار عن الرقية الشرعية واستشاراتكم في القضايا الأسرية على الرقم 00973 351 39 065 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر